اهلا بحضراتكم في هذه التغطية يواجه العالم أزمات اقتصادية طحنة حيث وصل التضخم في أمريكا وأوروبا لأعلى مستوياته ووفقا لهذه الأزمة توقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكان براين مونيهان حدوث ركود معتادل هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد بلوغ الحد الأقصى لصقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية عند 31.4 تريليون دولار في ظل مواجهة بين مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون ورئيس بايدن وحزبه الديمقراطي حول رفع الصقف والذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في غضون أشهر قليل قال مونيهان خلال حضوره مؤتمر دافوس أن أمريكا لديها أساسا ركود معتادل متوقع أن يبدأ نوعا ما في منتصف هذا العام حتى عام 2024 ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحريك أسعار الفائدة أكثر من 5% والاحتفاظ بها طوال العام المقبل تقريبا وأن البطالة سترتفع قليلا وأن هذه هي الطريقة التي يجب أن يخطئ بها الاقتصاد وجدل أيضا مونيهان بأن الأمر سيستغرق بضع سنوات لإعادة هيكل أسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى طبيعته وبالتالي رفض أي فكرة بأنه سيقلص رفع أسعار الفائدة في عام 2023 وقال مونيهان أن إنفاق أمريكا ونشاطها أكثر اتساقا مع اقتصاد منخفض النمو واقتصاد أكثر طبيعية وأن التضخم لم ينتهي بعد لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة كثيرا لإبطاء الاقتصاد وزعم رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا أن عملائه يحققون مضاعفات الدخل مقارنة بمستويات ما قبل الوباء حيث أن التحفيز لا يزال يتم إنفاقه وقال مونيهان أن هذا يعني أن المستهلك الأمريكي لا يزال يتمتع بقوة شرائية كبيرة على الرغم من السراع على التضخم وأن الأمور تصبح بغضة الثمن وأنه يجب على المواطنون تعديل سلوكين كما تطرق إلى قطاع العقارات ووافق مونيهان على أن أسعار المساكن قد تأثرت سابقا برفع أسعار الفائدة الفيدرالي وقال أن الرهون العقارية ستبدأ ببطء في العودة إلى الاتجاه طويل الأجل بالقرب من 3% مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت شكرا